بسم الله والصلاة والسلام وعلى أشرف قلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم في شابتر جديد شابتر نمبر ناين ويف موشن الحركة الموجية إن شاء الله I will cover the following points النقاط الآتية The description of wave motion What is a wave? Kinds of waves Wave terms أحنا عندنا The description of wave motion وصف للحركة الموجية Waves are everywhere in the share طبعا معروف أن الموجات موجودة في كل شيء حولنا لو أنت في أي مكان تتبص ستبقى فيه موجات فيه موجات صوت Sounds waves فيه visible light waves موجات الضوء المرئي فيه الراديو waves فيه الميكرو waves فيه الووتر waves موجات الووتر سطح المية بتاعت المية متكون على سطح المية فيه ستاين waves موجات الجابية فيه التليفون موجات المتكون موجات الووتر بتاعت التليفون فيه الستاديوم waves موجات بيتفلستاد فيه الإيرث وكويك ويفز موجات الزلازم وغيرها من الموجات كثيرة جدا عدد لنهائي من الموجات What is a wave؟ إيه الويف؟ الويف الويف is a disturbance disturbance يعني الإطراب مهم جدا كلمة إطراب هنا لأنه هي الأساس بتاع الموجة يبقى A wave is a disturbance that travels through a medium from one location to another الموجة ما هي الإطراب؟ الإطراب ده بيتحرك خلال وسط من نقطة إلى أخرى أو من موضة إلى آخر A wave is a motion of disturbance الموجة ما هي إلا حركة لهذا الإطراب Kinds of waves أنواع الموجات أنواع الموجات تندينا طبعا الموجات عموما بتنقسم إلى نوعين تمام؟ إلى موجات موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطسية الموجة الميكانيكية في الموجات الطولية Longitudinal waves دي موجة ميكانيكية لكن Kinds of waves هي موجة طولية اللي هي Longitudinal waves ودي عبارة عن A wave that travels in a back and force movement الموجة الطولية هي موجة تتحرك ذهابا وإيابا حركة الحركة بتاعتها حركة ذهاب حركة ذهاب وإياب في الموجة المستعرضة الموجة المستعرضة Transfers wave a wave that disturbs particle in a perpendicular motion in the direction of wave يعني ما معناه الكلام ده الموجة disturbs يعني disturbs particle الجزئيات الجزئيات المتضربة أو الجزئيات المتضربة في مالها in a perpendicular في حركة عمودية in a perpendicular motion في حركة عمودية in the direction of wave أو if a wave في حركة عمودية على مين على اتجاه الموجة لأننا لدينا الموجة المستعرضة شكلها كالآتي ال�üler a strange في ح Gud ентов hu جزئيات المتعرضة في هذا الاتجاه لكن الموجة تحرك في هذا الاتجاه الموجة الطولية لا selonor يبقى الموقع الطولية تتكون في سبرينج اللي هو زنبروك لما تكون ايه لما يكون الفري اند يعني الطرف الحر بتاع زنبروك is moved back and forth يتحرك ذهاب واياب Parallel to the spring في حركة موازية لاتجاه سبرينج او ده عبارة عن الموقع الطولية ده تجاه انتشار الموجة وده التستيربس بارتكال حركة الجزئات الوسط يبقى في حركة الجزئات الوسط يبقى في Parallel to the direction of the motion the direction of the motion that direction of wave motion ده تجاه انتشار الموجة وده the direction of the disturbance ده the direction of the disturbance حركة الجزئات الوسط وده the direction of wave motion ده حركة تجاه الموجة على عكس الكلام ده transfer waves are created in a spring when the free end is moved up and down كانت هناك في الحركة longitudinal الحركة بتوب بايه back and forth حركة الى اسفل الى اعلى زي كده هم زي ما مرسومة هكده ده عبارة عن موجة جايبية تمام بنجد ان حركة الجزئات الوسط يتحرك حركة في اتجاه مثلا y بنجد ان الموجة تنتشف تجاه اكس يبدأ direction of wave motion وده عبارة عن direction of disturbance ده الحركة المستعرضة شكرا لكم موسيقى